النهاردة على موعد مع مكانة الأم في نفس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هفكرك في الحلقة اللي فاتت في الجمعة اللي فاتت كلمتك عن اللحظة التي افتقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمه بين عيني وخد بالك وبقولي الكلام ده لكل الناس علشان انت هتشوف وإحنا بنتكلم دلوقتي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي فقد أمه وهو في السادسة من عمره المشهد ده النبي من سوهوش طول حياته بل أكاد أقول بأنك حينما تطالع السيرة النبوية مطالعة تأملية وتعيش معها معايشة كاملة لا تجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موقفا يذرف فيه النبي من الدمع في كل مراحل حياته مثل ما يذرف من الدمع عند ذكر أمه تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان يفيض على العالم ده كل حب وحنان وشفقة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم لأي حد كان يصاب بمصيبة يفزع إليه فيجد في حبنه المأوى ويجد في عينيه السلوى أنا بقول لك الكلام ده علشان تعيش في الأحداث اللي جاية كويس قوي وبقول الكلام ده علشان كل ابن وكل بنت وكل حد في الدنيا بيأثر في حق أبوه أو أمه فيرحى نفسه تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت أمه كلما فاض دمعه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتذكر أمه دوما تخيل أيوة فلك أن تتخيل بعد الهجر النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى دار بن النجار بالمدينة المنورة أول شيء جي على بالي النبي صلى الله عليه وسلم يذكره أنه قال هنا نزلت بي أمي هنا نزلت بي أمي يا الله وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ده النبي بيتذكر كل ملمح من ملامح حياته مش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بقبر أمه زاره وبكى لدرجة أن كل من كان معه من الصحابة يبكي من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم ونحيبه لدرجة أن بعض الناس كانت تتعجب من بكائه ويسألونه عن السبب فلم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم جواب واحد غيره هذا قبر أمي هذا قبر آمنة من تواه رضوان الله عليها وأرضاهم وأنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان هتلاقي ناس كتير قوي أمهم عيشة وبيعدوا بالشهر ما بيزرهاش وأنا أتذكر أكسم بالله أكسم بالله أكسم بالله ثلاث مرات أن مرة جاتني رسالة من امرأة تعيش في صعيد مصر وهي يعني في ستر وفي يسر وفي رغد من العيش وتلح علي بأن تكلمني أو تهاتفني طلبت الست والست بتبكي بكاء عجيب مش طلبة شيء لا طلبة مساعدة ولا طلبة أبدا هي تساعد اللي عايزي تساعد هي تطلع من مالها بس نفسها إنك يا شيخ محمد تتوسط عند ابني اللي شغال في الحتة الفلانية بالمنصب الفلاني علشان نفسي أشوفه بقى لي سنة ونص هو جوه جوه مصر مش بره مصر أكسم بالله أنا مسؤول عن يميني أكسم بالله مسؤول عن يميني جوه مصر مش بره مصر هي اللي ربط بعد ما القب مات هي اللي تعبط هي اللي اجتهدت النهار ده لا هو مش فضلها دي حقيقة هو فضل مين فضل نسايبه عم الشيخ فضل مين فضل مراته الأهل مراته عم الشيخ خليك بقى عم الشيخ مدرني كده تكبر دماغك بقى سمعت المكالمة وأنا ببكي وثلت بديني تليفون وخدت التليفون وقعدت التصل ويريني التليفون ويريني التليفون ويريني التليفون فين لما تعطف ورد علي فاتصلت بيه سلام عليكم فلان بيه قال لي أيوة قلت له بعيدا عن أي شيء اللي خلنا نكلمك إن أنا علمت أنك أهل بر وإحسان وإن أنت أصلتك مع ربنا كويسة وإن أنت من أهل الجود والإكرام والناس ما شاء الله كلها بتحبك والناس كلها ما شاء الله بتسني عليك خير قال لي الحمد لله والله هو طبعا فرح بهذا الكلام والله زي ما بحكي لكم فرح بالكلام الحمد لله أنا بصلي وبصومه وكمل بقى في الكلام لما عرف أنا مين فالحمد لله والله ونا عرف ربنا ونا 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 قلت له بس أنا يؤصف نقول لحضرتك بعد ما ما بقى فيه ألفة دقتين تلاتة يؤصف نقول لك إن شهادة النس دي كلها يوم القيامة بيناد إله هباء منثورة عرف لي قال لي لي قلت له لأنه لا خير فيك لا خير فيك وأنت تنام على سريرك وأمك هناك تبكي لا تريد منك شيئا لا عايزة منك لؤمة ولا عايزة منك شيء إنما عايزة تشوفك وتحضنك وتاخدك في حضنها أنت وعيالك والله يا شاء والله يا سادة وبقسم بالله وأنا مسؤول إن قال لي ما أنا ببعت لها صورنا على الواتسقاب قلت له والله يقطع الواتسقاب واليوم اللي شوفنا في الواتسقاب أنت محافظة إيه يا سعدة الباشا قال لي محافظة كذا وأمك محافظة إيه قال لي كذا بتلو بينك وقد إيه بالله عليك وفضلت أكلمه والعجيب إن الأم لم تفعل شيئا يعني أنا قلت لعلى ديقت مراته في مرة أبدا وإن كانت ديقت بس أنا بقول لكم أزيته بكلمة مرة أبدا خالص ما في السبب أكتر من الدنيا شغلته فألت له أنت عارف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بقبر أمه فكى ويشتد بكاء النبي ونحيبه حتى يبكي من حوله فإذا سئل يقول هذا قبر أمي هذا قبر أمي تخيل إنت عارف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مزينا إحنا في أي وقت عايزين نزور المقابر نزورها عايز أروح المقابر أبويا مقابر أمي براحتي لكن النبي لا النبي لازم يمشي بإذن يتجوز بإذن يطلق بإذن يمشي بإذن يخرج من مكة للمدينة بإذن يرجع تاني المكة بإذن مفيش حاجة في حياة النبي بدون إذن صلى الله عليه وسلم فعلشان يصل ليزور قبر أمه لابد أن يستأذن ربه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن كثيرا ربه في أن يزور قبر أمه فيؤذن له صلى الله عليه وسلم ويمكن الشيء بالشيء يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الزيارة وقال كده فمن أراد أن يزور فليزور واسمع ولا تقولوا هجرة ولا تقولوا هجرة إحنا النهاردة بينا نقول إيه الدعاء يا عم الشيخ الدعاء يصل من مكة يا شيخ ما تعصراش الفتحة بتسافر بلادي يا عم الشيخ للميت ما توشناش لا لا وظليت مع الأخ الكريم قرابة والله نص ساعة لحتى ما خدت منه وعد أنه هو بس بعد ما خلص يتصل بأمه ويكلمها ويقول لها أنه هو بيلا الله العظيم يا سادة لما خلص الكلام واستنيت ربع ساعة وبعدين اتصلت بالست فسبحان الله العظيم لقيت فرحة في صوتها لمجرد نكلمها مش عايز حاجة خلص عايز أبنها في حضنها انتم متخيلين إحنا وصلنا قسوة قد إيه في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر سيدنا سعد ببره بأمه في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما الصحابة يسألوا من أحق الناس بحسن صحابة يقول لأمك ثم من أمك ثم من أمك ثلاث مرات الكلام ده بنقوله في البرامج بس لكن على أرض الواقع ما فيش